موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة كما اشتروا فيديو ديال اليوم غادي تكون تحضيرات لعيد ميلادي غادي نشارك معاكم تحضيرات بافكار اللي هي جدا بسيطة اللي باغين هاكي يحضروا واحد عيد ميلاد بسيط بينهم وبالاسرة ديالهم ممكن تاخدوا افكار من هاد الفيديو هادا فانا بالضبط عيد ميلادي داز يعني في شهر نوفمبر بالضبط في 18 نوانبير فكان عيد ميلادي وكنت يعني بعث ايام قليلة مرة 18 نوفمبر حتفلت يعني بعيد ميلادي مع الاسرة ديالي الصغيرة يعني ولداتي وزوج ديالي فقط يعني كنا غيحنايه وحضرت يعني اشياء بسيطة فقط هكا باش نخلق واحد الجو ونبدل شوية من الروتين ديال البيت اللي ركو عارفين كان ملو نفس الروتين كيكون ستخيس ديال الخدمات ديال الوليدات المدراسة ركو عارفين فباش ننوع شوية ونكسر هاد الروتين فاحتفلت بعيد ميلادي وانا ما نكتبش عليكم يعني مول فاناني نحتفل بيه وكتبقى مسألة الاحتفال يعني كل واحده على حسابه كل واحده كيفاش كيشوفها انا بالنسبة لي ما عنديش مشكل ومول فام صغري وانا كان نحتفل اما بالنسبة الناس اللي غدي يسولوا على السن ديالي فهو 29 سانه اياه يعني هدا اخر عام في العشرينات فاللي عندها السن بحالي تخليها ليلتحت في الكومنتر ونتمنى نعرف يعني قاعلاج ديال المتابعاتي باش نعرف شمن يعني الاعمار اللي متبعينني نتمنى انني نعرفها لانا كم كلكم عزاز على قلبي وكان كلكم واحد المحبة خالصة بحالكم يعني بحال خواتاتي اذا كان يهمكم فيديو بغيتوا تشوفوا التحضيرات اللي قمت بهم العيد ميلادي البسيط جدا خليكم معايا وتبعوا الفيديو الاخر فا اول حاجه فاش كنقوله عيد الميلاد اكيد كنقوله القاتو اول الحلوة ديال عيد الميلاد فغادي نحضر يعني واحد له حلوة بسيطة وكتجي لديدة بالسف اول حاجه بنسبة المقادير غادي تظهروا لكم على الشاشة وكذلك غادي نتركهم لكم السحة في صندوق الوصف غادي نحتاجوا جوج ديال الاكواب ديال الدقيق الابيض اكيد تكونوا يعني غربلتو كذلك غادي نحتاجوا نصف كوب ديال الكاكاو المر من احسن يكون كاكاو مر ملعقة كبيرة خميرة الحلوية تكون مملوئة جيدا القليل من الملح غي هكي واحد القبصة ديال الملح كوب واحد ديال حليب وكوب واحد ديال زيت المائدة وغادي نحتاجوا كدلي كوب ديال السكر البني او للسكر الاسمر ووجوج ملعقة كبيرة ديال السكر الابيض باش مديناش حلوة بزاف هاد يعني الكيكا ووجوج ديال البيضات فانيلا القليل من الفانيلا وملعقة صغيرة جدا متكونش مملوئة ديال القهوة سريعة الدوابان اللي هي النس كافي هادو هما المقادير كي مشتوب صاد سهلين يعني انا ما خديش ندير كيكا اللي كبيرة فقط اللي تكفيني انا والعائلة الصغيرة ديالي فاول حاجة غدي نبدا نخلطو جميع المواد الجافة اللي عدنا كي مشتوب اي مادة جافة عدنا غدي نخلطهم بهات الشكل هادا يعني الدقيق الكاكاو السكر هاديك الملعقة ديال القهوة وكذلك خميرات الحلويات وقبصة ديال الملح فهادو كاملين غدي نخلطهم في بول بحال هاكا حاولو انكم تخلطوهم جيدا باش الخميرة توصل يعني جميع الخاليط غدي نحتفظ بهات الخاليط جانبا هادي في بول اخر غدي نجيب نوضع جوج ديال البيضات بالنسبة البيضات فاش تبغو تحضروا بهم الكيكا من الاحسان يكونوا بحرارة المطبخ يعني تجبدوهم مسبقا من تلاجات واحد الساعة متلا قبل وتخليوهم باش يكونوا بحرارة المطبخ من بعد غدي نضيف عليهم الفانيلا وغدي نخلط شوية وكيد غدي نضيف الحليب والزيت وغدي نبدأ نخلط الكل جيدا من بعد هادي نجيب دوك المواد الجافة اللي خلطهم عبدياتهم وغدي نبدا نضيفهم لهذا الخاليط السائل وغدي نبقى نخلط بالخالات الكهربائي ممكن تستعملوه حتى الخالات اليداوي هذا هو يعني الخاليط ديال الكيك ديالنام بد ما وجد غدي نجيبوه المول يكون متوسط الحجم ما يكونش كبير بزاف وغدي نجيبوه ورق الزبدة وغدي نحاولوه رسموه دائرة بسيعمال المول يعني ناخدو العبار ديال المول وغدي نقطعوه من الأحسن المهم تديرو ورق الزبدة باش يعني يعاونكم بد ما تلسقش لكم يعني هاد الحلوة فغدي ننقطع هاد دائرة باش نوضعها فالمول ومبيت ضروري انكم تدهنوه المول جيدا بالزبدة يعني الجوانب وحتل تحت يعني قبل ما تسعملوه الورق ديال الزبدة وعاد تحطو داك الورق في القاعدة ديال المول وصافين بعد غدي نجيبوه الكيك وغدي نوضعوه فالمول وغدي ندخلوها الفران بالنسبة الفران البنات انا ما سخنتوش يعني قبل حتى وضعت دابل كيكة في المول عاد شعلت عليها على درجة حرارة 180 دراجة ودخلت هاد طيب انا بنسبة الفران ديالي كي يشعلوه فوق والتحت حتى تشعلو عليها في الأول في الأسفل حتى كتابوه تطلع عاد مبيت ديالوها تحمر شوية من الفوق مهم انا ندخلها الفران وفي هاد الأثناء وهي كتاب في الفران غدي نوجد الكريمة اللي غدي نديرها في هاد لاتا غدي نحتاجو لها 250 جرام ديال جبن كريمي اي نوعية تكون عندكم ديال جبن كريمي مهم السائلة او لكريمة الحلويات مهم السائلة انا غيهنا مجبتها حيث كانت في الثلاجة ونسيت مع مش ضغط مع التصوير وهذا مجبتها مهم غدي تبلي كمبيت في المقادير فكيم ما شوضعنا الجبن نضفنا له الكيميات السكر اللي عدنا وضفنا زبدة الفول السوداني يعني البينات باتر ونخلطه جيدا يعني بالخلط الكهربائي ولا اليداوي يعني نخلطه جيدا ونبيت غدي نجبدو الكريمة السائلة اللي تكون باردة يعني في الثلاجة ضروري هاد المسألة تكون باردة مزين وغدي نوضع بها قياس ديال واحد كوب البنات انا هنا يعني عارفة عباري درتغي عيني ميزاني ولكنتو مع بروكاس يعني واحد كوب وغدي اجيكم هي هاديك ولا تديرو بحالي سبقوا تضيفو حتى تبليكم رجعت كريمة يعني رجعت الخالي ترجع كريمة عاد غدي تحبسو ديك الساعة بعد غدي نغطيها يعني نحاول انني نبسطها كبوحد الملعقة وبعد غدي نغطيها بالبلاستيك الغيدائي وندخلها تبرد في الثلاجة مزيان يعني غير في الثلاجة ما شيف المجمد نخليها تبرد مزيان ومبعد حتى نخرج الكيكه ديالنو تبرد جيدا خسطروري كيكه تكون باردة عاد غدي ندير فيها الكريمة وغدي تشوفو معايا جميع المراحل فهادي هي الكيكه بعد ما اخرجتها وبردت كيم مشتو كتجي بحالها كالان فيها الزيت وهذا ضغية كتفرتت حولو معاها غب شوية لعنا كتجيه شيشة بزاف فمبعد كيم مشتو حيط لهذاك الفوقاني باش جي عندي مقدة شوية من الفوق مهم انا ماشي محترفة حلوية تركو عارفين غي علاق دي مهم كندير ذاك الشي كانعرف له مهم وكنشاركو معاكم انا ماشي يعني طباخه او لا يعني كن نعطاكم ذاك الشي اللي كانعرف وقبلو عليا وصافي مهم مهم كيما شتو قطعتها الى نصفين بهذا الشكل هدا واخا هي كتعدب شوية حيط كيما كتلكم فيها الزيت وكتفرتت يعني شي شوية ولكن كتجي الديدة بزاف فكيم مشتو بعد ما قسمتها الى نصفين مهم هاد الالمينيوم هاد الي كيتباع هكا خاص بالحلويات وحاولوا انكم تنظفوا دائما يعني مكان العمل ديلكم يكون نقي بذاك الفوتات ديال الحلوه عد تكملو الخدمة ديالكم بعد غادي نجيب الكريمة وهدي اندهنها بهذا الشكل هادا يعني مشي ضروري تكون يعني ذاك شي بارفي لان غادي تغطى ما غادي بانحت شي حاجة فهد الكريمة البنات نتمنى انكم تجربوها بالفول السوداني والجوبن كتجي هائلة كتجي لدي دا دا بساف وما كاتقهمش يعني حتى لاتقس ما كاتجيش تقهم بعد حطت يعني المرسو الثاني ديال الكيكا بهذا الشكل هادا كيمشتو الفوق ومبعد جبت الكريمة وضعتها في واحد جايب الحلواني بش يساعدني ومبعد يعني بقيت كان نبسطها هكا يعني بسباتيولا بحال هاد الشكل هادا حولوا انكم تبسطوها مزيان ودائما يعني ضيفو الكريمة في الجوانب يعني وانتو ما غادين وكاتبسطو مهم الفيديو را كي وضح كل شي هاد الشي مهم للمبتدئات هما تبارك الله اللي محترفت مهم را كي يعرفو من بعد يعني بجي عندي واحد الشكل يعني مرتب اكتر مهم انا ما عنديش يعني لوازم الحلويات يعني بروفسيونال باش نخدم داك الشي مقد و لكن استعنت بميستارة ميستارة بحال هكاد الميستارة البنت جديدة اخذيتها جديدة وغسلتها مزيان وعقمتها يعني بش متقولوش را مستعمالة وعقمتها مزيان ومبعد بقيت كان نقذ بيها بهذا الشكل هادا فصف في مهم حاولت انني نقذها بديك الميستارة ودائما نضفو الجوانب هكا بسعمال كليناكس اولا شي مينديل يكن نقي وصف في مهم بقيت ضربة معاها حتى ساليت مهم ديك الكريمة وبنسبة الكريمة لبنت الكيمية اللي اعطيتكم غادي تشيط لكم هاديك اللي تشيط لكم حتى فضو بها لانا غادي نزينو بها مبعد لا تاخذ فصف في انا مبعديني دخلتها التلاجة فش ساليتها وخليتها بردت جيدا تقريبا المدة ديال جو السواية عاد مبعد صيبت لها القاناج يعني هنا تقريبا نتاخدو 100 قرام ديال الشوكولاتة بالحالي بانا استعملت ولا تستعملو ولا يلا بغيتو القاناج يجي كمر تستعملو شوكولاتة يعني السوداء ومعا 100 ميليليتر ديال الكريمة السائلة يعني دائما يكون نفس عبار الشوكولات معا نفس عبار ديال الكريمة وبالنسبة الكريمة السائلة ضروري تكون سخونة يعني سخنتوها بعد غادي توضعو يعني هكا فبول الشوكولات غادي تدفولو يعني الكريمة السائلة اللي تكون سخونة وغادي تبدو تخلطو غيب شوية حتى يتصيب ليكم القاناج وفي الخر باش تدفو يعني واحد لمعه زوينا لدك القاناج ديالكم غادي تدفو تقريبا واحد الملعقة صغيرة متكونش مملوقة ديال الزبدة وتحاولو انكم تدوبوها مزيان في هذا القاناج لانه الكريمة تكون بقي سخونة غادي تدوب لكم الزبدة موسيقى مهم كما اشتوها هي زبدة اعطتها لما عزوين بثاف ومهم حاولت معها تضربت معها حتى تقضيت مزيان ولا تملصة ثم نجد هذا القاناج الذي سيبته نجده يبرد قليل 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 ونضعه في كوب حتى يساعدني اخويه ونعمل هذا القاناج انتو ما يلا بغيتو تديرو غي هكا تخويه ويجيو دوك هكا جنيبات سايحين بهاد الشكل هادا را كيديرو دي طاقت بحال هكا ولكن من الافضل هدوك ليطاقت لي بحال هكا كيديروهم في ليطاقت لي كتكون فيهم يعني ربعا ديال الطبقات او لخمسة الطبقات فكيجيو افضل يعني كيجي داك القاناج سايح وكيجي شكل جميل فانا يعني غادي نغطيها كل هحتجنب غادي نغطيهم بالقاناج بهاد الشكل هادا وضروري يعني ديروا واحد الصحن ولا شبكة ولا لانو داك القاناجة دي بقى ينزل مهم ضروري ما غادي تكون شو يروينا فحاولوا دائما يعني تديروا الافكار والحيال هكا مهم شي صحن او لا شي شبكة لسيح سباش هكا مترونوش فصفي مهم بقيت غادي بحال هكا ومبعد اكيد يعني دوك جنب كل هم غادي ننظفهم بالسعمال كليناكس نحاول ننظف جيدا من الاحسن الى كانت عندكم هكا شي ليزي سوزان هكا تعاونكم بزاف مع تبقى الدور وتبقى ويعني انتم ما كتخدمو انا عندي هادي غادي يلا المطبخ اللي كنت خديتهم للتنظيم فاستعملت ها اصافي فازافين بعد كيما اشتوا نظفت جميع الجوانب وغادي نجيب هاد كورات شوكولاتة هادو اللي كيتباعو طيو غادي نزينهم بهاد الشكل هادا مهم في الجوانب باش تعطي مهم واحد الشكل جميل مهم دائما تزين كيبقى اختياري انا غادي نقترح لكم هاد الزين اللي يجي باسيت وهاد لطقت ممكن تحضروها في اي مناسبة مشي ضروري اني عيد ميلاد ممكن تحضروها لضيوف ديالكم الي كانوا جايينكم شي ضيوف عزاز تحضروها لهم كذلك في اي مناسبة احتفال بالنجاح او لا اي حاجة ممكن انكم تحضروها كتجي صراحة لدي ده بزاف نصحكم انكم تجربوها فصفي مهم ضروري يكون عادل قاناج مازال ما ميبسش باش يشدو لكم مهم هادوك الشوكولاتات يعني في الجنب كي يجي دوي الشكل ديالها بعد كي ما اشتريك الباقي ديال الكريمة ديال زبدة الفول السوداني والجبن اللي تبقى علي غادي نوضعها في واحد جايب الحلواني بحال هاكا وغادي نوضع بها هاكا يعني شكيلات بهاد الشكل ووجبت هنا فريرو روشي او لا مهم اي شوكولات تكون عندكم تزينو بها بحال هاكا فانا مهم وضعتهم بحال هاكا مهم تزين عشوائي بقيت هاكا غيكا نحطو صافي مهم انا عجبني هاد ديكور اللي درتو كل واحد كيبقى علي حسب ديكور اللي بغايد دير فهذا ديكور بسيط يعني اي وحدة مبتدئة ممكن انها تديرو يعني كيجي الشكل ديالها راقي وفنفس الوقت ما فيهاش الخدمة بزاف كي ما اشتو يعني طريقتها جدا بسيطة صافي عاوتاني ز وضفت كذلك الكريمة بقيت مهم هاكا فانا مبنت لشي بلا صخص ها الكريمة ضفتها حتى تسالت ليا ديك الكريمة كل ها اللي كانت باقي علي ممكن تديروها في الجناب هاكا تديروها بدل دك شوكولات تزينو بالكريمة في الجناب مهم كيبقى لكم الاختيار مبعد اختيت هاد البيسكوي اللي علشق السيجار وقسمتهم هاكا وحاولت انا نزين بهم حتى هما بهذا الشكل هذا وصافي مبعد جاتني خاوية هاكا ومعجبتني ش مهم صراحة بزاف هاكا ممكن توا ما تحتفظوا بها بحال هاكا وتكتبوا مثلا عيد ميلا تساعد هنا في الجنب او لا تكتبوا مهم اي حاجة بغيتو اا ممكن فانا ما بغيت نكتب حتى شي حاجة اا شنو درت خديت دك فريرو روشي او لا مهم اا ديك شوكولات اللي عندي وحاولت انني نقطعها بالموس ونرشها بحال هاكا كذلك خديت واحد النوع اخر ديك شوكولات هادي اللي مدورة عادية درت هادي الرافاييلو وخديت واحد السيجار حتى قطعتو ورشيتو مهم درتها هاكا عادية فصفيجا هاد هو الشكل النهائي دخلت ها تلاجة تقريبا خليتها جسوة يعيني هادي حضرتها يوم قبل ما نحتفل بعيد ميلادي وحتفت بها في تلاجة خاصها تكون باردة جيدا باش هاكا يعني تاكلوها وتستمتعو بيها فانتمنى ان هاد الفكرة دي اللي طاقت اللي قدمتها لكم تكون جاتكم بسيطة وسهلة وتطبقوها في المناسبات ديالكم او لطبقوها غير يكن تجربوها علش اللي كم كتلكم ضروري كل مرة نخرجو على الروتين ونخلقوه وحنا لجول وليدتنا في الدار باش نفرحوهم شي شوية فكتجي لدي ديال بنات والاهم من هاد شي مكتجيش كتقهم وكتجي المدق ديالها مغير يعني اللي ملفين يعني لاجينواز مع الكريمة مع دك شي كامل فانتمنى انكم تجربوها كتجي رائع ومن عندي فمبعد مشيت ديس باش غادي نحضر واحد المملاحات لان انا بغيت لا تغتح يعني هي الوحيدة اللي درتها حلوة وشي الاخر كله غنديرو مملاحات لان انا عزيز علي المملاحات فهنا خديت يعني قطع ديال صدر ديال ديال دجاج مقطعين خديت كذلك الفلافيل في الالوان قطعتهم الى مربعات صغيرة عندي ملعقة صغيرة ديال لموتقد او للخردل شوية ديال الملحة شوية ديال الكمون شوية ديال الفلفل اسود وشوية ديال تحميرة وتقريبا شوية ديال الحامض اللي غادي نستعملو حتى هوا في هاد المملاحات هادو فهادو غادي نديروهم بحال دي بغوشات صغار اللي غادي يكونوا مرافقين يعني بحال نقولو نحن مقبلة مملاحة مهم غادي تكون انا هادو عشيوة ومنها حلاوة منها كما كان قولو قوتي وفيه عشيوة وفيه كل شي مهم كما اشتو جبت هادا كدجاج ضفت له جميع يعني التوابل اللي خديت جميع التوابل اللي وريت لكم الحامض كذلك ضفت له احتشوية الزيتون اغطيته بالبلاستيك الغدائي وغادي نحتفظ به جانبا نخلي يعني دوك التوابل يدخلو فيه جيدا اما بنسبة لها دوك الفلافي المقطعة في الالوان مهم استعملو الالوان اللي بغيتو درت لهم شوية دية زيتون شوية دية الملح شوية دية الفلفل الاسود ونسمتهم شوية دية الزعتر وخلطهم زيان وحتهم ما غطيتهم بنفس الطريقة وحتفت بهم فخلطهم يعني تشربو مزيان اه توابل فجبت صنية ووضعت فيه يعني الورق الزبدة او لما ممكن تدهنوه بشوية دية الزيت ووضعت فيه يعني هادوك صدر ديالتجاج ليش تبلته ووضعت كذلك يعني هادوك المرسوية دية الفلفل وغادي ندخلهم للفران يتشوهو متوما يلابوتوا تدوزهم غيف مقلات مع شوية زيت زيتون ممكن فانا فضلت انني نديرهم في الفرن هادي نحضر دي سيجار هكا بالورقة كيما اشتو هنا عندي الورقة يعني ديال الخاصة مهم الورقة ديال بستيلة او لورقة ديال السيجار انا كنستعمل هادي ديالشناوه هادي نحتاجو اه سوس سويا هادي نحتاجو شوية ديال صدر ديالتجاج او لممكن تعودوه باي حاجة كفتة اي حاجة بغيتو اه عندي شوية ديالجزر تقريبا نصف جزرة محكوكة مع نصف اه قرعة تهية محكوكة والبصل اللي نسيت ما دكرتوش ليكم واحد الحبة ديال البصل عندي شوية ديالقصبرو مع دنوس اما بنسبة التوابل فغدي نحتاجو شوية ديال الملحة شوية ديالفلفل اسود وشوية ديالتوم بودرة وكذلك شوية ديالالبابريكا فاول حاجة في مقلات وضعت القليل من زيت الزيتون وشحرت حبة ديال البصل مقطعة خليتها تشحر مزيان بعد ضفت لها الخضروات اللي عندي وضفت القصبرو مع دنوس وكذلك التوابل اللي عندي ودجاج وفالاخر ضفت تقريبا واحد الملعقة كبيرة ديال السوس الصوية وخليت هاد الشي طب مزيان بعد غادي نحتفض به في واحد البول جانبا انتركو حتى يبرد نحتاجو الورقة اكيد وغادي نحتاجو الزبدة الدائبة اللي غادي ندهنو بها الورقة وشوية ديال الدقيق مخلط مع الماء باش غادي نصدو بها هاد السيقاغ هادو بش ما يتحلو لش لينا فالعملية كنظن كلكم كتعرفوها كناخدو الورقة كندهنوها بالزبدة المدابة بعد كنوضعوه واحد الكيمية في الجانب ديال الحشوة وكنلفو بهالطريقة هادي ومبعد كنصدو بهادك الخليط ديال الدقيق والماء باش هكا ما يتحلوش لينا بامكانكم تصدو حتى بالبيض يعني ديروا اضربوا واحد اصفر بيضا وتصدو بيها باش ما تحللكمش وصفي مهم ان هنكمل بنفس الطريقة تنكمل مهم الكيمية كلها اللي عندي فانا بما انني غدي نديرهم في الفران فادهنتهم بالزبدة فانتو ميلة غدي تقليوهم اه ما تديروش مهم الزبدة ديروهم مباشرة عمروهم اولفوهم فانا ندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتحمرو ونخرجهم غدي نحضر واحد المملاحات اللي بخبز الطوست غدي نحتاج لهم علبة من الطونة اللي صفيتها بزيان من الماء ونبعد يعني اضفت لها تقريبا جوج مع القات كبر دي المايونيز وصفي مهم هدي هي الحوشوة اللي غدي نحتاجها بسيطة سهلة حاولت يعني ندير ذاك الشي اللي عندي يم توفر في البيت ونسبق لي يعني شاركت معاكم عدة مملاحات غدي نحاول نترك ليكم في اخر الفيديو الفيديوهات او لا روابط هذه نحاول نتركهم ليكم في اسفل الفيديو ديبوا واحد جايب الحلواني او لبلاستيكات ووضعوا فيه الخالط بشي سهل عليكم العمليات ووضعوه يعني في في الطوست اما بنسبة للطوست فاخديتو وقطعتو الى دوائر او لمربعات او لاي حاجة مهم اي شكل بغيتو تديروه عليه ونبادي ينج بدك الخالط ديال الطونة ووضعتو بهذا الشكل هذا اما بنسبة للتزين فزينت بدك شلي متوفر عندي كان عندي الزيتون الاسود قطعتو بهذا الطريقة هدي وزينت به وكذلك هدوك الفلافيل اللي شويتهم بعد ما تشواوا فقطعتهم مهم هكا طوال وزينت بهم بهذا الشكل يعني خديت منهم شوية وستعملتهم حتى في المملاحات فضربت عصفورين بحجر واحد وصفي مهم دوي الشكل ديال المملحة الاولى اما بنسبة المملحة الثانية فاخديت يعني طوست قطعتوه على شكل القلب بهذا الشكل هذا ونبادي جبت المرتديلا او المهم هاد شرائح المرتديلا وشرائح الجبن اللي كتكون مبسطة بهذا الشكل هذا وحاولت انني نقطع يعني درت شريحة المرتديلا مع شريحة الجبن ونبدت فوق منها شريحة المرتديلا وفي الأخير سديتهم بهذا الشكل هذا يعني ودرت زينتهم بواحد الزيتونة سوداء فانا كما قلت لكم هاد شى اللي كان متوفر عندي ما اخديت شي حاجه سبيسيال باش نحضر مملاحات بدك شى اللي كان متوفر عندي حضرت مهم هاد الاشياء هادي فكيماشتو هاد دجاج مباد مت شوا فانا اخديت هاد الاعواد هادولي كيكونو خاصين يعني بالمملاحات كيجو بحال هاكا بحال ديالي بغوشيت صغار وغادي نبدأ نوضع بحال ديبغوشيت بحال شويتهم فلفران بهذا الشكل هذا كان وضعهم وكان خالفي يعني كان وضعش حبة ديال الفلفل مع حبة ديال الدجاج مهم هدو كيبقوا مجرد مقابلات هاكا ممكن تحضرهم في اياد الميلاد وصفي مهم هدو هم التحضيرات كلهم اللي قمت بيهم وهنا بوي نشارك معاكم هاد الورد هادا هادا اللي جابتو لي الابنة ديالي كانت خرجت داك النهار مع باباها وفاتو مهم للسوبرمارشي وبغادي تشري لي هاد الورد بمناسبة عيد ميلادي وخاي يعني كان داز عليها تقريبا واحد يومين مهم تقريبا فاخدت لي هاد الورود الجميلة وانا ازيز عليها الورد صراحة ازيز عليها بالساف فاحبيت انني نشارك معاكم هاكا جميع الاجواء باش تكونوا معايا في الجو فاخديت هاد الورد وقطعتوه بهاد الشكل هادا ومبعد هو كيجي معاه واحد الصاشي هاكا فيه واحد الغبرة معارش شنو هي باش كتحافظ على هاد الورد يعني مدة طويلة فوضعتوه في هاد الفاز هادا مهم اي فاز مهم كان حدايا شديتو وضعتو فيه فمهم كانت الرائحة ديالوجميلة حطيتو في الطاويلة وكانت هادي هي الطاويلة ديال عيد ميلادي يعني سهلة بسيطة بافكر اللي هي بسيطة باقي هاكا باش نجتمعو انا والعائلة ديالي وكانت هادية ديال الزوج ديالي الي جابها لدك النهار وما فتحتها قلت حتى نفتحها معاكم ونشوفو شنو فيها وبالنتي كدالك خداتلي هاداك الكاب اللي معا داك فيه مهم داك البيسكويل داخل وكل شي احتهيز عما بغات تفرحني مهم لجاست وصافي ومهم زينت بها الطريقة هادي اما بنسبل هادوك البالونات ديال تسعة وعشرين سانة فجابهم لي الزوج ديالي من قلت له غادي نحضرها كوحد الحفلة بسيطة فجابهم لي باش نديرهم هاكا نزين بهم كهدية ممتصورت معاهم مهم حطيت هاكا الكووس العاصر حطيت هاكا الورد اللي جابتو لي بنتي كدالك هادا الاطباق كانوا عندي ديجاي فاخدي تغيها دوجه طاب لعني اطباق كارتونية مع الكلينيكس وبنسبة المملاحات ديالنا فقدمناهم بحال هاكا فانا كنت هادا النهار حضرت لهم هادا واحد الشربة اللي انشاء الله انحاول نشاركها معاكم ديال القرعة فباش رفقناها مع هادا المملاحات لانا احنا هادا قولو درنا القوتي بدينا بلا طاقت وكل شي كلينا القوتي ديالنا بلا طاقت وحتفلنا بعيد الميلاد بعد نبد تناولنا المملاحات مع الشربة شربة كوجبة عاشاء فهكا مهم كانوا الاجواء موسيقى 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 صراحة خصوصا الاطفال كيف رحوا بزاف هاد بحال هكا هاد المناسبة هادو كتخلقي واحد الجو جميل في البيت بحالك هتكسري ذاك الروتين فمهم كانوا اجواء زوينين بزاف وحبيت انني نشاركهم معكم وخامة شي بقعد تفاصيل فاحنا اخدينا يعني اكيد صور عائلية للذكرة مع ولداتي مع الزوج ديالي كذلك فهناي غادي نقطع ليكم لطاقت باش شوفوا الشكل ديالها يعني من الداخل كيفاش كتجي كتجي البنات هائلة رائعة رائعة جدا نتمنى انكم تجربوها كتجي زوينة زوينة بزاف فانا ولداتي حمقوا عليها وخامة زيزة شعليهم بزاف البينات باتر ولكن هادي عجبتهم بزاف وكذلك الزوج ديالي حتى هو عجبته بزاف يعني ما جاتوش حلوة معه ما كيبغيش يعني الحلوة بزاف فما جاتش حلوة نهائيا يعني جات الحلوة ديالها معقولة وكيما شتول داخل را كيجي الشكل ديالها بحال هاكا كتجي ديك الكريمة ودك القاناج لفوق عبتاني جزوين بزاف مهم فكرة بسيطة اللي ممكن تحضروها في المناسبات واعياد الميلاد فصفي موهم هنا بغيت نتحل لحدكم الهدايا بنسبة لابنة ديالي كم وقت لكم خدات طبيعة الحالة تقولوا لي بنتك يعني خدات لك الهدية ماشي معقول يعني وشي ياخت مشي تشيري الراسة ولكن كيما قلت لكم كانت مع باباها وقت له بغيت ناخد شي حاجة لماما وكانوا هاكا غايف سيبر مارشي واخدتلي الورد وبغادت اخدلي هاد الكاب لان انا عارفاني عزيز عليها هاد الكاب بزاف ديال القهوة فعجبني بزاف مهم لجاست زوين بزاف وفي هاديك البيسكوي وهنا يعني بغيت نحل معاكم الهدية اللي جاب لي الزوج ديالي مهمت ومرقب حل صديقاتي وزازات عليا وكو مكتوش هزازات عليا ما غاديش نشارك معاكم هاد الشي صراحة هنح اللي تهحداكم في الاول صحاب لي بغفا يعني علبة ديال العطر لانه هو مولف كي يجيب لي هاكا علبة ديال العطر ولكن فاجأني بواحد الهدية اللي ما كوتش متوقعاها صراحة فاجأت معاكم اللي هو البرتاب المهم خداه لي واحد الهاتف هم الاسويت وخداه لي في اللون الاسود لانه ملقاش الالوان ملقاش مهم الالوان مكنش بقي لهم في ستوك وخرجو فيه يمكن غير الاسود والابيض بقي مخرجوش فيه البنك والالوان مهم هاتش اللي قال لي الزوجتيالي وصفي مهم كانت هادي هي الهدايا اللي جاوني فكنشكروه بزاف بزاف والله يخلي لكم حتى انتم ما يعني الازواج ديالكم واللي ممزوجاش الله يجعر بي يرزقها والله يخلي لكم يعني كل ما عز عليكم كنشكر بزاف بزاف البنات اللي باركولي على العيد الميلاد ديالي في الضبط في هاداك النهار لا في اللاباش فيسبوك ديالي او لا في الانستجرام كذلك يعني باركولي بزاف بكم شكرا لكم بزاف بزاف كذلك شكرا لجميع متابعاتي على الدعم ديالكم على لي كومنترزيني لي كتخليوا لي شكرا لكم من كل قلبي فكنتمنى تدعموني دائما كما عودتوني بلايك ديالكم وكذلك تشاركوا في القناة ونقول لكم مع السلامة نهاركم بروك ونتلقوا ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة